اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني يلفزون اعمالا يعني يعودون للموابع في هذه التفجيرات كنا نسمعنا قبل يعني حم من الان حين بدأت العمليات المسلحة وحين كانوا يقومون بتفجيرات عشوائية هنا وهناك وبدأت نسمع ما يدعى بالجيش الحر هذا الجيش المزعوم الذي كان يعني يقود العمليات الإرهابية مع الجماعة المسلحة وكانوا يتحدثون عن أنهم يسيطرون على قطاعات واسعة من المجتمع السوري واستطاعوا أن يسيطروا على الجزء الأكبر من الأراضي السورية لكن هذا الدعم دعما يعني غير عطني قدر كبير من الاستقرار داخل الأراضي السورية خلال الفترة الماضية واستطاع أن يفرد الجيش سيطرته على قطاعات كبيرة وعلى سد منابع الإرهاب التي تأتي منها على الحدود اللبنانية والردونية والتركية واستطاع الجيش أن يحقق انتصارا حقيقيا هذا الانتصار العقيقي يحاولون أن يشويهون أو الآن بهذه التبغيرات كي يصيروا الرعب والزعر داخل القطاعات المدنية لكن الشعب السوري يجب إدراكا حقيقيا أنه يخوض معركة وعليه أن يدفع ثمن لهذه المعركة وكما انتطر القائد القومية العربية الرئيس بشارك تستطاع أن يرحب هذه الجماعات الإرهابية المسلحة وستنتهي سوريا قريبا من كل هذه الأعمال الإجرامية وسيتم السيطرة على كل الأوضاع وتتتم أو ستحتفل سوريا بإذن الله قريبا بانتصارات حقيقية وما هذه الأعمال الجبانة إلا أن تحشف أمام أهلا كله ويعني تبرز أن الإرهاب الذي كنا نتحدث عنه قبل عامين أن هناك مؤامرة على سوريا وأن هناك إرهاب وأن هناك حصابات متنحة وكانت الإعلام الفاسد ترجمة نانسي قنقر